متى ما اتفقنا نحن جهزنا ال X وال Y هلأ هكينا نستعرض X إذا قدنا نستعرضها نحاولنا نستعرضها وكانت عبارة عن البيانات محفوظة لها المكان في الزاكرة بدون ما بدون ما نحصل على موضوع ظهور للإكس فأنا بدي مشان أحل هاي الشغلة فأنا بدي أقول له دوت تو أري فأنا بدي أحول الكربس هاي اللي عندي مش أنا عندي هون كربس بدي أقول له دوت تو أري بدي أحول ليها لأري مشان أقدر أستعرضها لأول شوية لما أستعرضتها حكي من هي سبارس ماتريكس بس ما أقدر يستعرض ليها فأنا بدي أخذ بس إكس نرجع نشوف كيف إذا بتلاحظوا الإكس جاب لي إياها قيم كلها إذا بتلاحظوا كتير صفر ظاهرة بالتالي هي لهيك هي سبارس ماتريكس لأنه صفر كتير صفر مليان كل الداتا أو كل القيم تميل إلى السفر وهي القيم Y تمام صارت موجودة عنا الاثنين جاهزين أنهم مفتوا في الموديل هلأ بدنا نقرر أي نوع من الخوارزميات اللي رح نستخدمها في الـ classification إحنا اتفقنا من البداية أن هي مشكلة classification لذلك بتلك أي نوع من الخوارزميات اللي موجودة في الـ classification رح أستخدمها أو رح أطبقها هذه أكثر الأنواع مناسبين لهذه problem هما النايف بيس decision tree random forest هون رح نستخدم النايف بيس سوا و رح يكون عليكو انكو decision tree و random forest رح استخدم الكود نفسه كوي بيس من النايف بيس اللي انا جهزتها سابقا خلينا انا اروح اجيبه و ارجع فانا رح اخد من النايف بيس الكود هاده اللي هو فصل ال data set و رح اضطه هون ناخد نفس النسبة بالضبط و نطبقوا عليها كده انتصلت عندي ال data او تم تقسيم ال data تمام هلأ الخطوة اللي جاي نروح نشوف شو هو كيف يجهزنا في النايف بيس عمل feature extraction لكن احنا feature extraction عملنا لان القيام اصلا one already 01 فما في داعي لالهم اااااااااااا هح concludesرومشهوو tonight base اللي انا جهزته تمام فانا هاخد الفيتنج استورده بس و محطه بسرعة ف هحطه هكده هعمل فتنغ لاله تالي بهاي الخطوة عملت فتنج باستخدام النايف بيس على داتا سيد الريبيوز تمام هلأ خلينا كمان ناخد الكود الخاص بالبريديكشن نشوف كيف البريديكشن تمام أوكي هلأ استغلت كلاسفية دوتو بريديكت على الاكستيك تيست لو بدي استعرضتها هشوف تطلع معي تطلعت معي القيم هاي كلياتها تمام طيب لو جيت مثلا على الوايت تيست تطلو وايت تيست استعرضت بلاقي انه نوعا ما طيب مشار انه اريح لحالي من امور اللي انه انا اعد وفتش نستخدم الحالة احنا استخدمناها سابقا ناخدها اللي هي عبارة عن الكمبيوزين ماتريكس فهينا ناخد الكمبيوزين ماتريكس ونقول نفي عندها ماتريكس هيدو from اسكيلين ترسيز ماتريكس صح هنا فيه غلط خلينا نستعرض الكمبيوزين ماتريكس ماتريكس ثمان في الكمبيوزين ماتريكس بحكيه دي طلع معي 67 واحدة في الصفر صح 113 في الواحد صح 20 و 50 نقول انهم بقريبا خطأ هم 1000 record استخدامهم 20 او 25 مية ولا distinct فينا نقول انهم هايخدهم 200 فانا مشان احسبها بطريقة اعرف شو الاكيوري ستباحها ستة او 7 سبعة سوتين مهم ما صح زائد 50 هدهم داخل اقواس اللي هو مجموع 60 تقسيم او على المتين صري مش بخمسين هاي 113 113 تسعة من عشرة واو تيوليسي تسعة من عشرة تأكد قديش عدد الاكس تست يا جماعة نقول x test dot shape نشوف قديش 22 52 انا الاكيوري سي عالي من اول مرة من غير براميتر تونينج فالاشي غريب بالتالي الاكيوري سي تبعت 72% لهذا او هلا اه 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 تم تطبيق عليها او تم تطبيقها اه بالخطوات التالية خلنا نرجع مرة تانية نستعرضتهم على السريع لحتى تكون الصورة عنا واضحة اه بالتالي رح نرجع من البداية بعد ما احنا استوردنا ال data set اه قرأناها كان في عنا review و like it قلنا لو عنا الف review طبعا استخدمنا الري اه الري الري اللي استخدمنا و اللي عملنا ان احنا علجنا review واحده وردتانية نظفناها من ال من كل شي مع بالاحرف عملنا الاول الهم اه شلنا الكلمات اللي ما الها لازمة هاي شغلة شغلة تانية الكلمات اللي الها root جبنا الroot تباحه واحتفظنا بالroot فاصبحت عندي الكلمات او حفظتها في corrupts قرب صار يحتوي على كلمات نظيفة بعد من اجهز الكلمات هاي صار دور ان احولها لنمارك من خلال كلاس اسمه count vectorizer هذا بتيح لان احولها لبيانات رياضيات رقمية من خلال ان تتحول او تصبح عندي بحيث انه بياخد كل الكلمات وكل كلمة بيعطيها عمود ويربطها مع review سواء 0 او 1 لو كانت موجودة في review بيعطيها 1 لو كانت موجودة في review بيعطيها 0 وبعد من احصل عليك على القيم السفرية لإلهم واصبحت عنده sparse matrix كبيرة بالتالي روحت بحثت عن اكثر 1500 كلمة مكررة وبيدي ابني الموديل عليهم وضفت هدول 1500 اكثر شيء متكررين ضفتهم من الكربس مثلهم في transform على ال x وبعد كده حولت ال x لل array حيث ان تظهر عند القيم الرقمية وال x هي عبارة عن independent variable وال y هي بعد كده فصلت البيانات ل x train و y train بحيث ان اجهزهم لحتى افوت فيهم على الموديل استخدمت ال naive base كونه من الموديل المناسبين لحكاية reviews وحصلت على confusion من خلال confusion matrix قدرت احسب هي عبارة عن 72% 72% بدون اي parameter tuning بدون اي تحسينات هذا موديل لحاله pure model طبعا هنتعرض على موضوع كيف نحسن اداء الموديل نخلق الجزئية جاية او كيف نحسنها سواء كانت تقنيات او parameter tuning بالايدين فلا هون احنا جهزنا مع بعض natural language processing على تطبيق عملي على مجموعة من reviews من خلال python رح نفوت في السكاشن الجاية في موضوع Neural network وحنبلش نطبق في deep learning ونحكي شوية عن معلومات او عن قديش ال deep learning مرفيد وقديش ال deep learning بوفر سرعة ووقت خلال ديب learning وقديش كمان بيحصل على اكيوليسة موتازة وقديش يحتاج بعدها كثير رح ننقش كثير في ال deep learning رح نتعمق أكثر فيه لكن أتمنى منكم تاخذوا هذا الشيء تطبقوا بإداركم ونفس الوقت تحاولوا تطبقوا مختلفة زي random forest ومن تستكفو بس بالنائب بيس الموضوع سيكون صحيح عليكم خصوصا انه انتو تحت اخطو كوبي باست كل شي معادا انو تحت تغيرو بس في الموضوع الموضوع الموجود فانتو ممكن تاخدوه من الكود اللي احنا جهزنا مع بعض سابقا